مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف السادس للتدائم درسنا اليوم يونت 7 لسن 2 اليونت السابع الدرس الثاني shopping for our party التسوق لحفلتنا موجودة بصفحة 92 من كتاب الطالب وصفحة 90 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمها اللغة الإنجليزية الابتدائية ومتوسطة لمتابعة فيديوهات الدورة دورة السادس الابتدائي كاملة وبدون اقطاع كذلك تم عمل اختبار اليكتروني للدروس السابقة وهذا الدرس والدروس القادمة ان شاء الله يتم نشطة روابط الاختبار اليكتروني عبر بيجنا على الفيسبوك وقناتنا على التليجرام اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا من المعرفات نبدأ الدرس بصفحة 92 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة shopping for our party التسوق لحفلتنا اللي هو عنوان الدرس listen and complete the conversation استمع واكمل المحادثة عدنا عبارة عن محادثة بين الاب والابن ووسام ودانيا يتحدثون عن الحفلة اللي رح يقيموها اللي هي عيدة للام لكن هذه المحادثات ناقصة نحن نستمع المقطع الصوتي ونكمل فراغات هذه المحادثات على اساسها بعد نوضح هذه المحادثات نسمع المقطع الصوتي واشي track 92 listen and complete the conversation let's write a shopping list dania can you write down what we need to buy okay i've got my notebook here can i write down the presents first i'm going to buy a scarf for granny nadia and dad is going to get a watch for granny huda dania write down what we're going to buy but don't tell mum because it's a surprise what about my present i'm going to make the cards that's going to be a lovely surprise we need paper for the cards and wrapping up the presents can we have balloons and decorations yes we can we're going to have lots of flowers too now let's write down what food we need to buy at the supermarket بعد ما سمنا المقطع الصوتي وحلينا الفراغات المحادثات على اساسها رح نجل نوضح هذه المحادثات بقى على صفحة الام تخاطب الابو قل له let's write a shopping list فلنكتب قائمة التسوق يرد الابو dania can you write down what we need to buy هل يمكنك كتابة ما نحتاج شراءة ترد dania okay i've got my notebook here حسنا لدي دفتر الملاحظات خاصتي هنا can i write down the presents first هل يمكنني ان اكتب write down اكتب presents الهدايا first هل يمكنني ان اكتب الهدايا first ترد الام i am going to buy a scarf for granny nadia انا سوف اشتري وشاح أو شال للجدة nadia and dad is going to get a watch for granny huda والاب سوف يشتري ساعة يدوية watch معناها ساعة يدوية للجدة huda وسام ارد عليهم dania write down what we are going to buy dania اكتبي ما سوف نشتري but don't tell mom because it's surprise لكن لا تخبري امي لأنها مفاجأة هنا قائمة الهدايا اللي كتبتها dania dania رح تشتري للام dania for mom معناها dania رح تشتري لامها leather bag leather bag معناها حقيبة جلدية وسام for mom وسام رح يشتري للام wooden picture frame اطار صورة خشبي بأسفل الصفحة عماري تحدث what about my present ماذا عن هديتي i am going to make the cards سوف اعمل البطائق ترد علي الام والابو that's going to be a lovely surprise انها سوف تكون مفاجأة جميلة dania تتحدث we need paper for the cards نحتاج الى الورق الورق المقوى يقصدون بي من اجل البطائق بطائق الدعوات and wrapping up the presents وتغليف الهدايا can we have balloons and decorations هل يمكننا ان نحظى ببعض البالونات والديكورات yes we can ترد عليها الام نعم يمكننا we are going to have lots of flowers too كذلك يمكننا ان نحظى بالكثير من الورود ايضا now let's write down what food we need والان دعينا نكتب ما نحتاجه من طعام we need to buy at the supermarket الطعام الذي نحتاجه من السوبر ماركت بأسفل الصفحة مكتوب check your answers تفقد او تفحص اجاباتك with a partner مع شريكك طالب يسل طالب الثاني what is number one ما هو حل النقطة الرقم واحد فيجاوب I think it is اعتقد بانه كذا والثاني يسل الاول وهكذا مجرد نشاط صفي طالب يسل وطالب يجاوب عن كيفية حل هذا التمرين اما بصفحة 93 من كتاب الطالب مكتوب اعلى الصفحة look at the picture انظر الى هذه الصورة عندنا صورة للسوبر ماركت read and label the shops ثم بعدها اقرأ هذه الجملة ووصل كل جملة بما تصفه من هذه المحلات مثلا number one there is a watch shop هناك محل للساعات ذكرنا ان الwatch معناها ساعة يدوية محل لبيع الساعة اليدوية on the first floor في الطابق الاول نذكر هنا انه هذا الطابق الارضي نسمي ground floor والطابق الاول نسمي first floor next to the pharmacy بجانب الصيدلية pharmacy معناها صيدلية اذن ندور بالصورة نشوف بالطابق الاول وين موجودة الصيدلية هذه الصيدلية بالطابق الاول pharmacy ويقولك موجودة بالطابق الاول بجانب الصيدلية اذن هذا محل لبيع الساعات فنكتب رقم واحد what shop محل الساعات نحن ملاحظة هذه الصفحة مراجعة لكلمات next to opposite between behind اللي خدناها بالخامس ابتداي next to معناها بجانب opposite معناها مقابل between معناها بين behind behind معناها خلف number two ثانيا the best shop for cards افضل محل لبيع البطائق and paper والورق is on the first floor في الطابق الاول نفسي تهم بالطابق الاول next to the jewelry shop بجانب محل بيع المجوهرات ندور على the jewelry shop على بيع المجوهرات بالطابق الاول بصفة موجود محل لبيع البطائق والأوراق اللي هو library اللي هي المكتبة فنكتب رقم اثنين cards and paper البطائق والورق number three ثالثا there is a big supermarket on the ground floor هناك السوبر ماركت كبير في الطابق الارضي ذكرنا ان هذا الطابق الارضي opposite the frames shop مقابل محل بيع لطائرات ندور بالطابق الارضي هذا الفريمز shop بالطابق الارضي مقابل موجود السوبر ماركت اللي يتحدث عليه هاي النقطة فنكتب هنا سوبر ماركت number four there is a picture frame shop هناك محل لبيع اطارات الصور on the ground floor في الطابق الارضي كذلك opposite the supermarket مقابل السوبر ماركت اللي اشارنا قبل ثماني فهذا السوبر ماركت بالطابق الارضي بالground floor مقابل موجود frame shop محل لبيع اطارات الصور فنكتب هناك رقم 4 picture frame اطارات الصور number five خامسا women's fashion is on the ground floor ازياء النساء في الطابق الارضي between the picture frame shop بين between معناها بين بين محل اطارات الصور on the shoe shop ومحل الاحذية they sell leather bags and scarves too يبيعون الحقائب الجلدية والأوشحة او الشالات ايضا فندور بالطابق الارضي هذا الطابق الارضي هذا الشو شوب المحل الاحذية وهذا الفريم شوب اللي هو اطارات الصور و ازياء النساء بيناتن اذن هذا محل ازياء النساء فنكتب women's fashion محل ازياء النساء هذا ما يخص صفحة تلاتسعين من كتاب الطالب مجرد مراجعة لكلمات next to opposite between behind اللي خذناها بصفة الخامس الابتدائي اما بكتاب النساء صفحة 90 make your own story اصنع قصتك الخاصة color your answers لوني الاجوبة فانا انا منطيني جمل خاصة بالقصة وانا اختار القصة وصف القصة اللي اريدها حسب ما تناسبني الي مثلا الجملة الاولى it is friday لو saturday انه يوم الجمعة لو يوم السبت كيفك انت تختار اليوم اللي تحب تكون به هذا الحدث مثلا morning انه صباح يوم الجمعة لو السبت and my family is going shopping وعائلتي ذاهبة الى التسوق فهنا نلاحظ ان الطالب مخير انه يختار يوم يريده للذهاب الى التسوق مع العائلة فهنا نقول make your own story اصنع قصتك الخاصة فمثلا نقول فرايدي انه صباح يوم الجمعة وانا وعائلتي ذاهبين الى التسوق we are going to go to the mall لو شوبس سوف نذهب الى المال المجمع لو شوبس محلات منفردة to buy some clothes لشراء بعض الملابس for my brother and me لأخي وانا فهنا كذلك الطالب يختار انه يذهب للمجمع لو للشوبس كيفه we are going there سوف نذهب الى هناك buy car بالسيارة لو on food او مشيا على الاقدام فلازم الطالب يختار همنا اختيار خاص بي مثلا نقول buy car I am going to have a new woolen sweater لو dress انا سوف اشتري بلوزة صوفية لو فستان صوفي and some rain boots وبعض الاحذية المطرية for the winter من اجل الشتاء فكذلك الطالب يختار اذا كان ولد يختار sweater واذا كانت الطالبة بنية تختار dress فالطالب كذلك انا مخير لعمل القصة الخاصة بي my brother is going to have a new leather boots or shoes اخي سوف يشتري او سوف يحظى ب boots جلدي لو حذاء جلدي كذلك الطالب يختار مثلا يقول له boots and some denim jeans وبعض البناطيل cowboy اسفل الصفحة 90 when we finish the shopping عندما ننتهي من التسوق we are going to go to the cafe 4 عندما ننتهي من التسوق سوف نذهب الى المقهى من اجل cake and limonade low ice cream كذلك الطالب يختار يشتري من الكافير الكيك وعصير الليمون low ice cream ومثلا نقول ice cream i like going shopping with my family because we have fun low get presents انا احب ان اذهب الى التسوق مع اائلتي لاني سوف استمتع لو سوف احصل على هدايا كذلك يختار السبب المناسب مثلا يقول له get presents in the afternoon في المساء we are going to visit our سوف نزور uncle and aunts سوف نزور عمتنا و عمنا low cousins اولاد عمنا at their house في منزلهم كذلك يختار الاجابة او الاختيار المناسب لقصته هذا ما يخص تمرين A مجرد طالب يكون قصة خاصة B حسب الاختيارات اللي يمنطيها بالكتاب تمرين B tell your story to your partner اخبر قصتك الى زميلك زميل اللي موجود بجانبك على الرحلة فهنا مجرد بما ان اختار الاختيارات وكوان قصة خاصة B يخبر زميله مجرد انشاط صفي اما تمرين C look at the map انظر الى الخريطة لدينا خريطة لمجموعة من البنايات read the sentences بعدها اقرأ الجمل write T اكتب T for true اذا كانت الجملة صحيحة and F وحرف F اذا كانت جملة false فهنا الجمل تعتمد على هذا المخطط مثلا number one اولا we can see a park opposite the train station يمكننا رؤية المكان المخصص بوقوف السيارات opposite مقابل the train station محطة القطارات هذه train station نرى امامها المتنزه المتنزه لا امامها shopping mall مجمع التسوق اذا الاجابة صح لو خطأ الاجابة اكيد خاطئة number two ثانيا the shopping mall is opposite the TV center مجمع التسوق مقابل the TV center اللي هو مركز الاذاعة الاجابة صح لو خطأ نلاحظ ان هذا shopping mall وهذا TV center متقابلات اذا مجمع التسوق مقابل مركز الاذاعة لذلك الاجابة صح لو خطأ الاجابة اكيد صح number three ثالثا there is a new bank between our school and the bus station هناك مصرف جديد بين مدرستنا و محطة الباصات الخاصة بالمدرسة الاجابة صح لو خطأ ندور هذا البنك اللي هو المصرف وهذه المدرسة البنك مو بين المدرسة و محطة الباصات اذا الاجابة صح لو خطأ الاجابة اكيد خاطئ number four رابعا person A شخص A يسأل excuse me can you tell me where the bank is استميحك عذرا هل يمكنك ان تخبرني اين المصرف person B الشخص B جاوب it is near here انه قريب هنا can you see the hospital هل يمكنك رؤية المستشفى the bank is opposite البنك او المصرف مقابل الهوسبيتال المستشفى ندور بالخريطة هذا المستشفى وهذا البنك نلاحظ ان الهوسبيتال هي opposite to the bank الهوسبيتال المستشفى مقابل المصرف اذا الاجابة صحيح لو خطأ الاجابة اكيد صح number five خامسا the new supermarket is on the road السوبر ماركت الجديد على الشارع opposite the shopping mall مقابل مجمع التسوق هذا مجمع التسوق وهذا السوبر ماركت نلاحظ ان هالمتقابلات على الشارع اذا الاجابة صح لو خطأ الاجابة اكيد صح number six there is a train station between the school and the tv center هناك محطة قطارات بين المدرسة ومركز الاذاعة الاجابة صح لو خطأ نلاحظ ان هذا السوبر ماركت بياناتهم لذلك اجابة صح لو خطأ الاجابة اكيد خاطئ number seven we are lucky نحن محظولين because our school is very close to the bus station لان مدرستنا جدا قريبة لمحطة الباصات الاجابة صح لو خطأ نلاحظ ان هذه المدرسة وهذه المدرسة وهذه المدرسة اللي هي محطة الباصات جدا قريبة للمدرسة الاجابة صح لو خطأ الاجابة اكيد صح هذا ما يخص تمرين سيب كتاب النشاط مجرد نحل على اساس الخريطة ونراجع ايضا كلمات وصف الاماكن اللي هي opposite مقابل next to behind behind خلف between بين ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او سلسارة او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة امامكم على الشاشة